والدعاء إذن دائماً يحتاج أن ندعو الله سبحانه وتعالى في الصراء والضراء سواء نقنع نفاح أو نحزن دائماً أنك نكسف السن الله تبارك وتعالى والدعاء أيها الإخوة الدعاء أن السن بأن الدعاء أولاً هو عبادة لأن العبادة لله وحده العبادة من غنعب يبدأ أن السن بأنه الصلاة عبادة الصيام عبادة الزكاة العبادة فلذلك إذا ما تفذ أمسرم يتزجاغ غير الله سبحانه وتعالى إذا ما تفذ أمسرم يتزم لغير الله تبارك وتعالى لأنه يفهم عسل العلم بأن الصلاة العبادة ثم يفهم كذلك بأن الصيام العبادة ولكن إخصى كذلك إذا ما تفذ أمسرم بأن الدعاء عبادة والعبادة خاص لله سبحانه وتعالى وإذا عبد الحد مع الله سبحانه وتعالى العبادة تري خالص لوجهه سبحانه وتعالى وأنبينا إن شاء الله تعالى بأن الدعاء العبادة من يقول سبحانه وتعالى وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ شوف الأول الآية مخي السوار وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَدْعُونِي إذن الأول الآية مخي السوار خذ دعاء ثم من غيس إن الذين يستكبرون عن ماذا؟ عن عبادتي شوف الله تبارك وَتَعَالَى يسمى الدعاء عبادة أتفن فهم وَقَالَ رَبُّكُمْ وَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إذن رَبِّي قَاه وَدْعُونِي أَسْتَجِبْ ثم يقَاه إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عن عبادتي إذن يجيني ريس ورخ الدعاء روخ يقَاه وَنْغَيْسْتِكْبَان خل العبادة إذن من العبادة من أقصد هو الدعاء إذن الخلاصة من تعالى النتيجة بأن الدعاء عبادة لأن هذه الشيء كذلك لا يدعون الله وتوجه إن شاء الله سبحانه وتعالى وتعتيم من الشيخ الله تبارك وتعالى يستكبرون استكبان ثم ربما اعتمد التقنية تنسن أو المهارة تنسن أو اعتمد خل الأنفوس تنسن أو اعتمد خل البشر أو ما شبه ذلك فالله سبحانه وتعالى يتوى عاديث سيدخلون جهنم داخرين إذن فأخي المسلم يخسترد أمام الله خاضع متذلل لأن ما معنى العبادة أيها الأخ العبادة في اللغة العبادة في اللغة هو الخضوع والتذلل يقال طريقه المعبد إذا وطئته الأقدام العرب العبادة متقان الخضوع والتذلل ما معنى الخضوع والتذلل العرب كانك طريق معبد ما معنى طريق معبد القاسر ينسى المازيق القاسر يعبذ أمكانه ويعبذ أبريذ 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 هي الخضوع والتذللل والتذللل لله سبحانه وتعالى لأنه سبحانه وتعالى ثم أصدر ما معنى هذا معنى هذا أنك أنا فقير أنا ضعيف أو لا إذن تعترف بافتقارك إلى الله تبارك وتعالى وبالتالي تبيان عظمة الله سبحانه وتعالى بأن الله عظيم بأن الله قوي بأن الله غني يعني مدام طلب لله تبارك وتعالى أمور الدين وأمور الدنيا بمعنى الله غني ثم قوي بأنه عظيم بأنه غني بأنه كريم بأنه كذلك يسمع لإثبات صفة السمع بأن الله سبحانه وتعالى يتسرى يقل بأن الله يراك يشاهدك إلى آخره إذن فقيد دعاء تصده لإفتقار إنك شك بأنه شك ضعيف ثم الصده العظم الله سبحانه وتعالى ثم الصده بأن عطاء الله لا ينفد بمعنى خزائن الله لا تنفد بمعنى كرم الله نعم الله لا تعد ولا تحصى ولذلك جاء في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد جاء في الحديث القدسي يقص الله تبارك وتعالى لو أن أول الإنس للجين يخرق الإنسان إلى آخر بنذم ثم الجين كذلك زي أولهم إلى آخرهم ثم اجتمعا قشق ثم كروة حدا طلب طلب من ما طلب زي الخلائق زي كذلك الجين اجتمعا قشق طلب الله تبارك وتعالى طلب من ما طلب إقا يقا نقص مزي الملكين إلا إنسان فكذلك بمعنى هذا دليل على أغنى الله تبارك وتعالى إذن لذلك أيها الإخوة الدعاء لذلك النفس أصلم الدعاء هو العبادة أما الدعاء مخ العبادة هذا حديث ضعيف لا يصح من نفس حن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة شوف العبادة قسل الصلاة قسل الصيام قسل الزكا قسل الإحسان إلى المحتاجين قسل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قسل جهاد في سبيل الله قسل الأمر بالمعروف أنه على المنكر قسل بر الوالدين قسل الإحسان إلى اليتيم كل شيء لنزيل العبادات ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم إقا الدعاء هو العبادة كأن العبادة يقول الدعاء يجمع العبادة مع أن العبادة كثيرا من يزل النبي عليه الصلاة والسلام أذنبين أهميات الدعاء لأن الدعاء يجمع كثيرا المسريين تبين العبوديين لله سبحانه وتعالى أما قال الدين والنصيحة وش الدين غير النصيحة يكسوها الدين يكسب بزاف الأحكام والفرائض ولكن تبين الدين النصيحة إتبين أهمية النصيحة للمنزلة النصيحة كالدين أنها عظيمة جدا فكذلك قال الدعاء هو العبادة بمعنى إتبين لنبي صلى الله سلم من المنزلة المنزلة المرتبة المغاء الدعاء لإسلام فلذلك الدعاء أيها الإخوة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى ولذلك سبحانه وتعالى أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سألت فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن الله يا غلام إني أعلمك كلمات إحفظ الله يحفظك إحفظ الله تجد تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله شوف توجيه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتربى النبي عليه الصلاة والسلام الأولاد يتربثن بأن السؤال لله سبحانه وتعالى الطلب الطلب من الله لأن الدعاء هو عبادة فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا تربى الأولاد الأطفال الصغار في العقيدة الصحيحة لأن الإنسان مره أغاسي العقيدة الصحيحة أغاسي الإيمان الصحيح على خطر الأساس الأساس منا أصول الإيمان ستة أولا الإيمان بالله الأصول الإيمان قوية أي فتن غتس إنسان يزعزع أي مشكلة ديسة يزعزع للإيمان الشهوات والشبهات والفتن ولكن الإنسان مره أغاسي الأصول الإيمان قوية أغاسي العقيدة سليمة أغاسي الارتباط بالله سبحانه وتعالى قوي ثم اكسف السن الله تبارك وتعالى يصنب أنه أغاسي إلى قوي عظيم يستجيب الدعاء أغاسي الأمل أغاسي الرجاء قل الله سبحانه وتعالى الأمل قل الله سبحانه وتعالى عظيم ولو الإنسان يتعيش المشاكل أو الإنسان مصائب أو ما شبه ذلك ولكن مره أغاسي الإيمان أغاسي العقيدة الصحيحة فأنت على خير لذلك نفس اسم القص فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنتها فاستعن بالله قصمر الطلب طلب الله سبحانه وتعالى لماذا لأن الدعاء عبادة والعبادة لا يمكن أتصرف لأي أحد من الناس فالله سبحانه وتعالى نهى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد ربي سبحانه وتعالى انهى أتصرف ذا الدعاء لغيره سواء ذولي سواء ملك مقرب أو نبي أو صالح أو ما شبه ذلك فالدعاء أيها الإخوة عبادة وهو كما قلص أسمى الدعاء هو العبادة فلا بد ذيري خالص لله سبحانه وتبارك وتعالى